مشاهدنا الكرام عودة اليكم لمتابعة تغطياتنا الخاصة فيما خاص ما يحصل طبعا على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة وايضا في قطاع غزة منذ الامس وفي كل فلسطين بدي رحب بضيفي أستاذ يونس عودي المحلل السياسي أستاذ يونس أهلا وسهلا فيك أهلا فيك قبل أن ندخل في التحليل السياسي أريد أن أستفيد من حضرتك لأنك كنت فوق بالضيعة نعم وقت القصف خلينا نقول صباحا ونزلت على بيروت شو المشاهدات لآدرتن اللياء قبل أن أوضح المشهد أوجه التحية للشعب الفلسطيني البطل بمقاومته المغوارة التي قدمت بالأمس ولا تزال حتى هذه اللحظة صورة بهية عن فلسطين فلسطين المحررة لاحقا وتحية للشعب اللبناني الحاضن لهذه المقاومة البطلة التي ما ترددت لحظة ولم تخضع لأي تهديد في سبيل تحرير الأرض ومؤازرة الشعب الفلسطيني التحية للشعب المصري الذي أيضا اليوم خرج منه أحد الرجال واطلق النار على مستوطنين سواح في مصر وهذا ما يعني أن الشعب العربي كله إلى جانب القضية الفلسطينية وكله يؤازر القضية الفلسطينية وتحرير فلسطين طبعا تحية للشعب العربي بشكل عام الذي لا يزال يؤمن بأن فلسطين قابلة للتحرير وهي حتما سوف تحرر أما عن السؤال طبعا أنا كنت في الصباح كنت في بلدتي في الجنوب مقابل العرقوب تماما وسمعت صدى أول صاروخ ورأيت مشهد الرويس العالم تشتعل فيه النار انتظرت الرد الإسرائيلي كيف يمكن أن يكون من ثم حصلت عملية قصف إسرائيلي حول بلدة كفرشوبة وليس على أماكن إطلاق الصواريخ وهذه نقطة مهمة يعني يفهمها العسكريون ماذا تعني ومن ثم تدحرجت العملية لحوالي 30-40 دقيقة وكان قصف يتركز على المواقع الإسرائيلية تحديدا وإسرائيل تقصف المناطق المفتوحة كما هم يسمونها وأنا أدعي أن هناك آلية احترقت في موقع زبدين على إسرائيلي نعم وكانت يعني ألسنت لهب مع الدخان لفترة طويلة ولم يتمكنوا من إطفائها وبقيت أكثر من ساعتين هذه العملية اثنين صارت كل هذه العملية كنت أنتظر إذا كان الإسرائيلي يريد أن يوسع على الأقل كان أطلق سلاح الطيران سلاح الطيران لم يتحرك أطلقا إذن هناك يعني الطائرات استطلاع التي يجري التحكم فيها عن الأرض وعلى ارتفاعات شاهقة جدا وهذا أيضا له معنى في العمل العسكري والميداني حاولت أن أراقب كيف يمكن أن تكون عملية القصف كيف تتوزع القذائف يعني حاول الإسرائيليون إرسال إشارات أنهم يمكن أن يقطعوا هذه الطريق بالقصف لكن في المعنى الميداني عندما تطلق قذيفة هذا لا يعني شيئا ربما يبرر لاحقا أنها شردت عن المسار المحدد لها المشهد بشكل عام نعم ما هو خلاصة ما تقوله أستاذ يونيس خلاصة ما أقول أن نرده بمجرد قذائف لم يتحرك سلاح الطيران حتى يعني الطائرات الاستطلاع على علو مرتفع جدا جدا ماذا تريد أن تقول أريد أن أقول أن الناس في جنوب لبنان كانوا يصطفون في المناطق التي يمكن أن تشاهد منها بالمئات هذا الإطمئنان من اللبنانيين وبالمناطق الحدودية خلافا لسنوات سابقة أنه كان عندما تحصل عمليات القصف يعني تبدأ عملية الهجرة الآن لا كأنهم يشاهدون فيلما سينمائيا مراكنين إلى أنهم في أمان كامل بفعل المنظومة التي تحميهم وهي منظومة المقاومة التي لم تستخدم اليوم سوى بعض الأسلحة التي استخدمت سابقا ولم يدخل الأسلحة جديدة على الخام أنا أعتقد في هذا السياق أن هذه العملية جاءت لثلاثة أسباب السبب الأول أن التهديدات التي حصلت بالأمس من بايدن إلى ماكرون إلى لا أعرف من يعني حتى بعض العرب أنه يجب أن لا يدخل حزب الله ونحذر وإلى آخره من هذه التهديدات أولا حزب الله لم يرد على ما أطلق في الهواء وهو هواء رد في الميدان أنه نحن غير معنيين بتهديداتكم نحن نفعل ثانيا هي رسالة مؤازرة إلى الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية ثالثا أن هذه أرضنا وهذه أرض محتلة هذا الذي أريد أن أسألك أن الرد هو على أرض محتلة إسرائيل قصفتة رد الحزب اليوم هذه أرضنا ونحن معنيون بتحريرها كيف نوقع ليس على التوقيت الإسرائيلي على توقيتنا بكل بساطة المقاومة هي التي تضع التوقيت وليس الإسرائيلي منذ بعض الوقت تشدد القصف الإسرائيلي لهذه المناطق هل سيجرؤ الإسرائيلي أن يوسع البكار؟ كما أعتقد أن هناك اتصالات حصلت من الجانب الإسرائيلي مع القوات الدولية وأبلغهم أنهم أنه أنتم قصفتم ونحن قصفنا وخلينا نخلص الموضوع خلينا نخلص الموضوع يا عمي حاجة ألقونا أكثر أنا أعتقد أنه هذه ليست عملية يتيمة أولا هي ممكن أن تتدرج وفق ماذا يمكن أن يتصرف الإسرائيلي أكان باتجاه الجبهة اللبنانية أو في الداخل الفلسطيني كل الأمور مرهونة بتطورات ممكن لحظة بلحظة لكن ما أود أن أقوله أن هذه البداية هي بداية مبشرة هي بداية مبشرة وتعطي زخما كبيرا إلى الشعب الفلسطيني الحاضن لمقاومته والتي تتصرف حتى هذه اللحظة بحكمة عالية في إدارة والتحكم في السيطرة والتحكم بالميدان ثانيا وهذه مسألة جدا مهمة أن تقوم باستبدال المقاتلين الذين دخلوا المستوطنات بعد ساعات طويلة من القتال في الداخل أن تستبدلهم بموجة جديدة من المقاتلين وتخرج الآخرين يعني أنت مسيطر على الارتياح هذه مسألة ليست تفصيلا في خضم معركة من هذا النوع نعم قبل أن نروح للمعركة على غزة سنتحدث كثيرا استاذ يونس ولكن عندما يعني من ضمن الرد اليوم من لبنان حزب الله على الإسرائيلي أنه هي أرضنا وبدنا نحرر ولكن هي رسالة أنه نحن كمان إذا تدحرجت الأمور نحن جاهزين ونحن من نقرر هذه الرسالة والتضامن العربي ومع من عددتهم في البداية ووجهت لهم التحايا قديش تعطي مثلا قوة للمقاومة الفلسطينية لعن بتسطر الانتصارات بغزة بلا شك أن الفلسطيني الذي شعر منذ زمن طويل أنه مترو أو تركه العرب وهنا أعني الأنظمة العربية ليست فقط تركته بل غالبيتها تآمرت عليه أنا أعتقد أن الشعب الفلسطيني عندما يرى اليوم هذه المؤازرة في الميدان هو يترسخ لديه الإيمان الذي لم يفارقه يوما بأن فلسطين ستحرر ثانيا أن كل الاتفاقات التي أقيمت والتي رعتها الولايات المتحدة الأمريكية ودخل فيها العرب من أجل إنهاء القضية الفلسطينية أصبحت تناثرة في الهواء مع دخول المقاتلين الفلسطينيين إلى داخل المستوطنات وهذه هي المرة الأولى التي ينتقل المقاتل الفلسطيني إلى أرض محتلة بالكامل منذ عام 48 وبالتالي إسرائيل الآن هي في حال ليس فقط ارتباك أنا أعتقد أن على مستوى المستوطنين بشكل عام هم في حالة انهيار معنوي صفر ثانيا الجيش الإسرائيلي بات مكبلا هو صحيح نتنياهو خرج بالأمس وهدد وتوعد لكن أنا أعتقد أن القيادة العسكرية التي تقيم الميدان لديها هي القرار النهائي فيما إذا كانت ستقدم على عملية كبيرة أو واسعة وتعرف ما هي الأثمان التي ستدفعها خصوصا أنها أمام درس كبير بالأمس أن الاستخبارات فشلت فشلا ذريعا العسكريون فشلوا فشلا ذريعا عدد القتلى من الجنود والضباط ليس بسيطا وفي مواقع مهمة وهذا في الحسابات العسكرية الإسرائيلية والأمنية له معاني كبيرة ستأخذ بعين الاعتبار إذا ما أرادت إسرائيل أن تتحرك في الميدان إذا كان المقاتلون الفلسطينيون بالأمس تمكنوا من تجاوز كل هذه الإجراءات الإسرائيلية وأسقاط نظرية الأمن الإسرائيلي التي تتفخر فيها إسرائيل وبها منذ إنشاء إسرائيل على أرض فلسطين هذه سقطت الآن ما أنجزت المقاومة الفلسطينية من تحضيرات سواء في غزة أو في الضفة أو حتى في القدس أو حتى في الأراضي المحتلة عام 48 أنا أعتقد أن الإسرائيلي العسكريون والإستراتيجيون يدرسون ذلك ويعيدون كثير من الحسابات إلى أين يمكن أن تؤدي أي عملية يمكن أن يبادر الجيش الإسرائيلي ولكن هم مطلبون بأن يعملوا رد قوي يعني على الأقل يحاولوا يستعيدوا شيئا من هذه الهيبة بين قوسين انتهت الهيبة بالمعنى المعنوي انتهت الهيبة الإسرائيلية يعني منذ معركة سيف القدس وثلتها وحدة الساحات الهيبة الإسرائيلية لكن بالأمس إستاذ يونيس كان مختلف جدا نعم شو أنك تخط فشل استخباراتي فشل عسكري فشل دفاعي فشل في كل شيء نعم فهذا ليست يعني ضرب الهيبة هذا انهيار الهيبة انهيار الهيبة بمعنى أن المقاتل الفلسطيني الذي دخل إلى الأرض المحتلة عام 48 نعم وسيطر وتمكن من تفجير عشرات المدرعات الإسرائيلية على الأرض نعم وقيام وحدة من حركة الجهاد الإسلامي بدخول موقع نحال نعم نعم وتدمير الآليات أربع دبابات موجودة فجرها بهدوء وقتل قائد الكتيبة أعلنه صباحا نعم نحال عوز نعم موقع نحال نعم فلذلك أنا أعتقد أن الهيبة الإسرائيلية قي تستعيدها إذا أرادت استعاداتها أو إذا أمكنها استعادتها فهي لا يمكن إلا أن تكون باستخدام السلاح النووي الموجود في إسرائيل نووي نعم وإلا لن تستعاد هذه الهيبة أي محاولة لعملية رد تكون يعني خلينا نقول دموية أكثر هو دمو وهي تقتل أطفال والأبرياء لا لن تتمكن هل تتحمل تبعاتها إسرائيل إذا تدحجت المعركة أكثر أنا أعتقد أن الآن الاتصالات الدولية تعمل في كل الاتجاهات ولا يعني نقلل من أهمية الإنذار المصري لإسرائيل نعم لا نقلل أبدا منه لأنه بصريح العبارة إذا تقدمتم إلى غزة فإن الجليل سيكون التالي نعم بمعنى آخر أن المقاومة من لبنان ستدخل إلى الجليل وربما الرسالة التي أطلقتها المقاومة في لبنان اليوم دليل على ذلك أنهم إذا تجاوزتم الحدود في الميدان فكل الأمور مفتوحة وبالتالي سيصبح الجليل تحت أقدامنا ومن ثم سنسيطر على كثير من المستوطنات في الجليل وأنا أعتقد أن الجهوزية لهذا الأمر مستكملة حتى النهاية وقد شهدت ذلك بأم العين نعم شهدنا ذلك بأم العين ولكن هل سترضى هذه الدول بهكذا هزيمة لإسرائيل مش مشكلتنا طبعا نطلع الاتحاد الأوروبي مبارح المتحدة في اسم الاتحاد الأوروبي نحن مع إسرائيل وما منقبل ومش عارف شو بايدن نفس الشيء ماكرون إلى آخرين طيب يا حبيبي القضية الفلسطينية صر من 1948 القتل الإسرائيلي مستمر يومي وكل ساعة الانتهاكات التدنيس تدنيس الكنائس والمساجد قبر الأئمة الصالحين في الخليل وفي القدس وفي بيت لحم وفي كل مكان ولم يتحرك هذا العالم ليست مشكلتنا أن يرضوا أو لا يرضوا بالأمس قام بايدن وهدد بالويل والثبور وعظائم الأمور ومثله ماكرون ومثله الاتحاد الأوروبي وماذا كان الجواب؟ كان الجواب اليوم نحن لا نهدد نحن نفعل نعم خليني روح سيزيونس لأسأل يعني منذ فترة كان عندما البعض يكتب عن بداية زعزعة أمن الكيان الإسرائيلي وأنه الكيان استخدام مصطلح الكيان المؤقت وإلى زوال هذه المصطلحات وأيضا هناك دراسات كانت تقول في فساد داخل الجيش الإسرائيلي كما تفضل عميد ليس فرحات قبلك وكان عم بيقول نحن تأكدنا وكنا متأكدين من هذا الموضوع أنه عم بيبيعه بوريد ولكن في دباب باعت خردة صح أديش هذه الأمور تدل أنه هذا الكيان ما بينك أوصين الدولة التي أنشأوها تعالوا عيشوا فيها بأمان ما عنده أسس البقاء والأمد الطويل أنه تعمر لا هو في الواقع يعني أي جسم غريب يدخل إلى جسم أساسي لابد أن يلفظه الجسم الأساسي يعني علميا طبيا شو ما بدك في البحر في النهى كبز بيلي بالبحر تأدفه على الشط مشيك فترجع على محل ما طلعه فهني اللي بدنين شاهم أطرح مكانه لا هذه الخلاصة أما عن الفساد في هذا الكيان فهو طبيعي فهو فساد طبيعي لكن ليس فقط نحن من يقول أن هذا الكيان إلى زوال هم في دراساتهم في إيمان التلمودي والديني يقولون أن عمر إسرائيل بسيط هم يحاولون إطالة عمر هذا الكيان نعم هم فقط ليس إلا الظروف تساعدهم يعني عندما كان الكيان في الفترة الأخيرة بحالة تداعي إلى حد ما وطبعا نحن لا نقلل من القدرات العسكرية والأمنية نعم يعني هذه مسألة أخرى نعم مسألة أخرى لأنه رغم السلح والدعم وكل التطورات فشلوا بالأمس نعم نعم نحن لا نقلل من القدرات نعم وحجمة لكن في وإمكانية استخدام هذه القدرات بشتى الوسائل في القتل والتدمير نعم لكن بنية الكيان أصلا هي بنية غير متجانسة نعم هي مجموعة من العالم من شفاف الأفاق في العالم ومع بعض الخبراء جاءوا ليقيموا سلطة عماد هذه السلطة التي تقوم على أرض فلسطين عمادها القوة نعم أي الجيش والأمن نعم يمكن للذين يتواجدون من الذين يأتون من الدول من كل دول العالم إلى أرض فلسطين يمكن أن يكون الرافد لهذا الجيش نعم وهذه الأجهزة نعم لكن عندما يصل هؤلاء إلى عدم الثقة في أن هذا الجيش قادر على حمايتهم أي هم غير قادرين على حماية أنفسهم نعم وبالتالي هذا يعني أن هذا الكيان خلينا نقول بالعامية فوخر 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 سهل المهم هنا كيف يمكن أن تضع خطة نهائية لتحطيم هذه البنية بالكامل نعم هذه البنية بالكامل أنا أعتقد وأؤمن أن هذا الكيان لن يستمر لبل أن فلسطين سوف تتحرر من النهر إلى البحر قديش عملية إن بارح زادت أو ضقت اسفين بعمر هذا الكيان هذه الهيبة المطار أغلقوا المطار خوفا حتى لا يهر بالعالم قديش هذه الثقة البورصة افتتحت اليوم ناقص أربعة بالمية ستة صارت ستة أول ما افتتحت أربعة ولكن رجعت طلعت مع الوقت قديش هذه العوامل أنا أعتقد أنه هذه من عوامل تعجيل انهيار هذا الكيان بكامل لذلك أنا قلت أن الهيبة الإسرائيلية لا يمكن أن تستعاد إلا باستخدام السلاح النووي بمعنى آخر أنه إبادة شاملة وبالتالي يبقى كم واحد وهذا يعني الهيبة لمن ستكون هل هذا مسموح أنا أعتقد أن هذا غير مسموح دوليا أنا أقلب السؤال الذي تفضلت به وقلت أن العالم هل يسمح بهزيمة إسرائيل أو لا يسمح إسرائيل ستهزر خرج الأمر عن سيطرته أنا أعتقد هذا أنا أعتقد هذا ربما يعني أكثر شيء يفعله الآن هو تهديئة الأوضاع تهديئة الأوضاع يعني أنت فتحت مسارا سياسيا جديدا تهديئة الأوضاع بخسارة إسرائيل ومثل ما تستخدم ألفاز عمية أكلة الأتلة طبيعا طبيعا لا تستغربوا أنا بستغرب أنه يعني سمعت مبارح كثير من التحليلات أنه أمريكا لن تسمح بهزيمة إسرائيل يا حبيبي إسرائيل انهزمت إسرائيل انهزمت مش أنه تسمح أو لا تسمح الآن كيف يمكن أن تلملم بأقل الخسائر الشروخ التي في داخلها ما تزيد الخسائر أكثر بالضبط ولا تزيد الشروخ لأن حكومة نتنياهو ستسقط ستسقط خلينا نروح لفاصل وبعد الفاصل نتحدث عن ضربة المعلم من المقاومة الفلسطينية بهذا التوقيت إذن فاصل ونعود لمتابعة هذه التغطية عودي لمتابعة هذه التغطية الخاصة وبدأ رحب مرة شديدة بضيف إسازيونس عودي المحلل السياسي إسازي عودي هل سهل فيك جددا كل الضيوف كل الناس نقرأ منذ الأمس هذه الصورة صورة الانهزام الإسرائيلي أمام الفلسطيني رغم كان للمساعدات والأسلحة المتطورة والجيش من الجيوش الأقوى في العالم لن تمحى بسهولة من ذاكرة حتى الإسرائيلي وليس العرب نحن كعرب يمكن شوي نسيين نسيين لا بهذا الموضوع نحن عندنا مشاعر وعواطف تجاه القضية الفلسطينية دائما نطمح ونتمنى بسرعة هذا المشهد بالأمس نخلص شوية عواطف قديش كانت ضربة المعلم من الفلسطيني في هذا الوقت بعدما حدث مؤخرا أنه والله إسرائيل عم تروح تغتالي القادة الفلسطينيين في منازلهم قوية جدا بالاستخبارات قوية بالعسكر وقادرة على إزاحة المقاومين عن عملهم الأساسي شوف يعني طبيعي الإعداد لهذه العملية ليس ابن ساعته إعداد المقاتل بحذ ذاته ليس ابن ساعته يعني الآن يعد مقاتلون من طراز جديد الطراز القديم من المقاتلين صحيح قام بواجبه ودوره منذ ثورة الحديثة ثورة الفلسطينية الحديثة ابن الخمسة وستين لكن في اثنين وتمانين توقف يعني جودة هذا المقاتل الآن نحن منذ العام 1982 وحتى الآن هناك مقاتل يعد ليكون مقاتلا من طراز جديد مثقف عصري مثقف نعم قادر على استعاب التقنيات ويعمل في أبسط الأشياء عندما يتمكن عندما تعد مقاتلا قادر على التعامل مع المسائل البسيطة إلى أعلى تكنولوجيا موجودة فهذا يعني أنت أعددت محترفا في القتال أضف إلى ذلك وهنا الأساس الإيمان بالقضية نعم وحماية وحماية شعبنا أنا أعتقد أن ما حصل هو نتيجة هذا التراكم وقد أنذرت المقاومة الفلسطينية منذ بداية أو ما قبل الأعياد اليهودية نعم بأنكم إذا تجاوزتم الانتهاكات على الأقصى سيكون هناك رد نعم ورد مزلزل مرة اثنين ثلاثة ثم أنتم تعتدون على النساء في الأقصى في حرم الأقصى وهذا وهذا سيكون له رد نعم أنتم تعتدون على الأسر داخل السجون ودرس بن جفير معروف نعم إذا لم تتوقفوا سيكون هناك رد نعم المقاتل جاهز كان لهذا الرد نعم بكل بساطة ينقصه فقط تحديد ساعة الصفر وساعة أو لحظة الصفر اللي بدعني أقول لحظة الصفر جاءت في ذروة ما يسمى بعيد العرش نعم وفي يوم الخطيئة الإسرائيلي ففي يوم الخطيئة اليهودية وليس غفران يوم الخطيئة وأيضا كمان بذكر حرب تشرين نعم ستة وسبعة يعني بعدها بساعات نعم ما يقولون عنه يوم الغفران هو يوم الخطيئة نعم ما حصل في يوم في حرب تشرين لذلك أنا أقول أن هذا الإعداد الذي خطت له يجري للمقاتلين منذ سنوات نعم وكل مرة رفع نسبة والأخذ بعين الاعتبار والاستفادة من الدروس والعبار في الأمن والتكتيك نعم والاستطلاع المستمر لكل المواقع الإسرائيلية داخل المستوطنات إلى آخره وجدوا أن هذه اللحظة هي اللحظة المناسبة لتوجيه هذه الضربة ولقول للكيان الصهيوني أننا قادرون على الوصول أينما نريد نعم وفي ذروة هنا نقطة مهمة الجيش الإسرائيلي كان في ذروة الاستعداد والشعور بالتفوق نعم في ذروة الاستعداد نعم وأنت قمت بهذا العمل كنست كل ما يمكن أن يقال عن الأمن والعسكر والاستطلاع والمراقبة الجوية على مدار الساعة كل ركائز هذا الكيان نعم نعم فلذلك أنا أعتقد بكل مساطة أن هذه الضربة ليست مجرد ضربة ويعني عملية يمكن فقط أنك حققت فوز فيها هي محطة مفصلية في تاريخ الصراع في اتجاه الاستراتيجي للصراع ثانيا هذا الأمر سينعكس معنويا على كل الفلسطينيين داخل فلسطين كل فلسطين من النهر إلى البحر في الأراضي 48 إلى الضفة إلى طبعا كل المناطق إلى الشتات ومن ثم سينعكس على روحية الشعب العربي الذين تحاول الأنظمة العربية أن تطبعهم بالضبط وبالتالي هناك عودة إلى القضية الفلسطينية إلى الواجهة تماما والآن ستفعل الدول دول العالم وما يسمى بالعالم الحر ومش عارف شو أنه خلينا نشوف حل للقضية الفلسطينية إلى أي مدى هذه العملية يعني أعطت ثقة كبيرة للعرب وللفلسطينيين بأنه استعادة فلسطين ليست عملية صعبة وبنفس الوقت إلى أي مدى ضربت هذه العملية خلينا نقول المخطط مخطط إبقاء هذا الكيان وجعله دولي فيما بعد ما بين قوسين في مقتل أنا قلت قبل قليل يعني أنا من الذين يؤمنون بنهاية إسرائيل بالكامل إيمان مطلق لا تشبه شائبة أنا أعتقد أن التراكم نعم والإعداد في يعني هو التراكم نعم تأتي اللحظة المناسبة للعملية النهائية في شكفاف هذا الكيان من الجسم العربي طبعا الجسم العربي ملوث نعم بأنظمة كارثية وهي تعتقد أن حمايتها يمكن أن تكون من أو تستمد حمايتها من القوة الإسرائيلية إذا أقامت معها علاقات الآن القوة العربة القوة الإسرائيلية التي يحلمون بأنها يمكن أن تمدهم بالبقاء انتهت أو على الأقل تضعضعت الثقة بها وبالتالي سيبحثون عن وسائل جديدة الوسائل الجديدة هي أنا أعتقد أنها لن تكون مجدية إلا بأن تثق بهم بهم شعوبهم إذا وثقت شعوبهم بهم على قاعدة الإمام بتحرير فلسطين أنا أعتقد أنهم يمكن أن يحموا أنظمتهم وإلى ما شاء الله ليست مشكلة عندها وبالتالي لأن التطور الديمقراطي داخل كل نظام هذه مسألة طبيعية كل شعب بلد هو يقرر هل سيتمكن الإسرائيل من محو هذه الصور من الذاكرة الجماعية عم يهربوا ممنوع سكروا المطار ممنوع تهربوا من المطار الناس بالملاجئ دخل الفلسطينيون المقاومون العصريون كما ذكرت تهربوا من المطار فل جورناليست بيعمل كل شيء وهذا فل مقاتل يعني تكنولوجيا قتال عقيدة وهون سأسألك بعد شوية عن نقطة أخرى هل سيتمكنون من محو هذه الصور وأديش في خطر أن يقوموا بعملية بدأوا بقتل المدنيين بالطبع لتعديل السكور أنا أعتقد أن بعمليات مثلا دموية قد تدحر كرة هذا ليس شيئا جديدا على الكيان الصهيوني أن يقوم بعمليات قتل وتدمير وهذه مسألة تلقائية وهو أصلا يقوم بها من دون عملية من هذا النوع هو يقوم بها يوميا لكن المشكلة أن لا الإعلام الدولي ولا الإعلام العربي يقوم بواجبه واجبه أنا أقول وليس أن أقول أن يكون منحازن للقضية الفلسطينية أن يقوم بواجبه المهني تجاه ما يرتكبه الصهيون على أرض فلسطين ثانيا هذه الصورة لن تمحى هي 82 نقش هناك حتما ستتشكل لجان تحقيق ولجان دراسات وأخذ العبر والدروس وما إلى ذلك ستسكت أنت قلت حكومة نتنياهو حتما 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 في كل الحالات إن أقدمت على عدوان ستسقط وإن لم وإن لم تقم ستسقط هذه مسألة حتمية لأن الثقة بين المستوطنين انتهت في هذه الحكومة أنتم غير قادرون على حمايتنا أنتم تتوعدون ولديكم مشكلات حتى على المستوى الداخلي أنا أعتقد أن المظاهرات في الكيان الصهيوني سوف تتضاعف أكثر من الأول وستطالب برحيل حكومة نتنياهو في المرحلة المقبلة ربما تأتي حكومة مناصفة يعني دمج يحاولوا أنه بس تكون متوزنة من الداخل التلافية لكن إلى أين ستذهب أنا أعتقد أنه في ظل الأجواء الدولية الآن في ظل الأجواء الدولية التي أنتجتها عملية طفان الأقصى أنا أعتقد أن هناك مسارا جديدا سيجل على مستوى الدولي وبالتالي على إسرائيل هنا أن تعيد كثير من الحسابات التي كانت تقوم بخطواتها على أساسها الآن سوف تتغير بصورة كبيرة أريد أن أسأل أستاذ يونس تحدثنا عن المقاتل الفلسطيني الجديد كل هذا الجيل الفلسطيني هو جيل ما بعد أوسلو يعني هني جيل شباب أكيد سؤال بظل الإعلام والعمل على تغيير الرأي العام الدولي ما الذي أبقى قضية الفلسطينية عند هؤلاء الشباب إليك هي أنا بروح بسافر بعيش ببرم العالم شاب صغير لا يروح يدافع عن القضية إلى هذه الدرجة وعن بيعملوا فارق بالمعركة شوفتها لك هني شغلتين الشغل الأولى أنه الشعب الفلسطيني شعب منتمي يحب بلده يحب أرضه الذين هجروا عام 1948 لا يزالون يحملون مفاتيح منازلهم نعم ويربون الأجيال على حب الوطن نعم ستعودون وهذه أرضكم وبالتالي نشع هذا الجيل عندما وتوارثت الأجيال من 1948 لليوم عندما جاءت فترة أوسلو والاتفاقات العربية وما إلى ذلك والإعلام العالمي وتغيير الرأي العام نعم حاولوا أن يلجنوا الشعب الفلسطيني بشكل عام لكن جذوة المقاومة لم تنطفئ بقي هناك مجموعات كبيرة فصائل تطالب بتحرير كل فلسطين وتقوم من حين إلى آخر وفق الظروف بعمليات لنقل تذكيرية جاءت الانتفاضة الأولى أعادت الوهج جاءت الانتفاضة الثانية انتفاضة السكاكين وما إلى ذلك رغم الاتفاقات التي حصلت لأن أولا لأن إسرائيل لا تلتزم باتفاقات ثانيا لأن الفلسطينيون جربوا هذه الاتفاقات ووجدوا أن هم يطعاطون مرهدون لا يسترد إلا بالقوة لا يمكن أثق به وبالتالي العودة إلى الكفاح المسلح العودة إلى الكفاح المسلح بحالة واسعة بحالة واسعة كانوا يعتقد الإسرائيلي حتى منذ سنتين أن الضفة الغربية انتهت نعم وهي تعتمد أن السلطة قادرة على الضبط تبين أن الإسرائيل لم يتمكن من دخول مخيم جنين ورغم كل ما يجري رغم كل ما يجري توسع القتال في الضفة ويمكن أن تستفيق يوما وترى الضفة الغربية محررة بالكامل من الكيام الصهيوني من المستوطنات ومن المراكز العسكرية الإسرائيلية هذا وارد هذا وارد عندما عملية سيف القدس عندما تحركت الأوراد العربية المحتلة عام 42 من الرمل إلى اللد قلب المعادلة ما بين قوسين فلسطينيو الداخل قلب المعادلة نعم فلذلك هذه الجذوة الآن أصبحت لهيبة وهذه العملية الأخيرة ستعطي دفعا أكبر للانتماء إلى الكفاح المسلح الآن أنا أعتقد ولا أتمنى أن أكون مخطئا أن حركة فتح في الضفة الغربية ورجال فتح ورجال العاصفة سيكون لهم دور في المرحلة المقبلة ولن يكونوا في الخلف يجب أن يكونوا شركاء في هذه الانتصارات نعم في هذه الانتصارات والتي هي ستؤدي إلى تحليل فلسطين أستاذ يونس عوضي المحلل السياسي أشكرك جزيل أشكر يعطيك ألف عافية مشاهدين الكرام فاصل ونعود لمتابعة هذه التغطية